اتمنى بقى الاهتمام بقى قصص مختلفة من استاذ مهيب عبدالهادي عن كهربا كهربا يجتمع لمسيماني ويعتذر له ومسيماني يتقبل الاعتذار سيد عبدالحفيز يطمئن كهربا العقوبة اتوقعت خلاص التزم ومكانك في الفريق موجود عقب الاقاف كهربا باقي في الاهل ولا صحة لرحيله والاستغناء عنه امبارح بقى الجديد بقى احنا الجديد مسيماني جاب كهربا قال له تعالى او الاهل قال له كهربا تعالى مسيماني السيد عبدالحفيز المهم اللي قال له قال له كهربا والمجهول كهربا والمجهول حاليا قال له ايه بقى خد بالك مسيماني كهربا عايز يقعد معايا في شرطين ايه شرط انا استنيت بقى استنيت وامت جايب بسم الله الرحمن الرحيم وامسجل فتحت هنا ده بيسجل موبايل الحمد لله لا ده انا هبهركم قمتم مسجل وكاتب قلت عشان لو ملحقتش هكتب قالك ايه الشرط الاول ما فيش دمانات انه يشارك اللهم صلى على النبي عليك اللهم صلى ومن اساء فانه نادي وانه نجم في الاهلي ابو تريكا بركات جمعة الحضري معوض جيلبيرتو فلافيو الشاطر متعب غالي شوقي فلافيو الناس دي كلها اللي جابوا انه واحد فيهم كان ضامن ده بركات قاعد احتياطي مطشو اتنين وستة محسام البدري جمعية واحد نور الحياة لتأهيل اطفال الشلل دماغي جمعية خيرية بترعى اطفال الشلل دماغي من عشر سنين بتخدم اكتر من 2500 طفل شلل دماغي هدفنا ان احنا نعالج ونأهل طفل الشلل الدماغي عشان يقدر يعتمد على نفسه وطبعا ده من خلال سبع خدمات بتقدمهم الجمعية ومش بس كده الجمعية بتوفر ادوية وجباير وكفلات وبتساهم في العمليات دعمكم لينا هيفرق كتير في مشوارنا وفي رحلة علاج اطفالنا انتم قد الخير وجد بطولة افراقيا وكان بنزل خمس دقيق وعشر دقيق وقل جمعة مستوى نزل قاعد ماتش اتنين تلاتة جوزيه قال لهم طلعوه مالوش مكان الست الشهور دول طلع قطر الست الشهور ورجع برقات قاعد تسع ماتشات احتياطي مع جوزيه مين اللي ضامن في الاهل دلوقتي مين اللي ضامن علشان تقول انا في شرط المشاركة مفيش دمانات للمشاركة هو يعني اللي اقلف معرفش يقلف سبب تاني بقى فيه لعيب او مدرب اقول انا مسامح بس ما يشارتش علي مفيش الكلام يعني في الدنيا كلها مفيش حد عائل ممكن يصدق ان مسلمان هيقول يرجع بس ما يشارتش انا مش هديله ضامنات دخل بقى عالسبب التاني قال له السبب التاني انه ما يتجوز سباة تاني ده من غير ما انت تقول ومن غير ما مسلمان يقول ومن غير ما الخطيب يقول الكلام ده مفيش في سقف هتغلط خد بالك هتغلط التانية خد بالك التالتة طبيعي هو احسن من مين قبله فبالله عليكم عايزين بقى ننزل السطار خلاص احنا قلنا هو قلنا اربع سيناريوهات والفيلم ختم خد بالك ان الكهرباء خلاص راجعها كهرباء خمس ايام بعد العودة من السودان هيبقى في التدريبات الجامعية والشهر يتنفذ وخلاص ننزل بقى السطارة عن الفيلم ده عشان الفيلم بوخ قوي الفيلم بوخ قوي شوفولكم حاجة تاني اتكلم اقول لكم حاجة لما تزنقوا فيلم اتكلموا عن الموضة نرجع حواليط قبل فضيلة نرقم احنا نعمل حاجة ولكن الافلام الهبطة اللي انا بنسى من كتر افلام الافلام اللي انا بقدمها بقول فاربع اسابيع او ستة اسابيع او خمس اسابيع خمس اسابيع اربع افلام غير بعد ده الغير مقبول هجمتنا المرتدة خلصت يلا بينا نطلع فاصل سريع جدا علشان نرجع معه التوب